لم يتبقى من زينب سوى حاجاتها فروحها في السماء وجسدها تحت التراب لم تكمل الخمسة عشر ربيعا فقتلت في أرضها أثناء العمل رصاصة طائشة من معسكر تدريبي تابع إلى العمليات المشتركة أودت بحياتها فورا وذوها يشرحون الحال تطلع البنية هي وأبوها الصباح على باب الله يقصون أخضرات يقصون المياه بثلاثة آلاف دينار دي عيشون ميدان الرمي هذا قبالنا جتها طلقة بكليتها هذا كل اللي صار واللي قبلها جدها جدها هم دي يشتغل بالبستان ما تنفسها البستان جتها طلقة بقلبها وهمرح ضحية إحنا ألمن الناشد أنا أقول قضينا إحنا عمرنا بالجيش ميدان الرمي يصير بالنباعي من الساعة السبعة الصباح لحد الساعة 12 الظهر ميدان الرمي فعال صايرين خط صد من منطقة عرب تشلوب اللي هي حي الصديق لحد انتهاء منطقة البعامر إحنا صايرين خط صد ميدان الرمي تعرف الساتر ما محصن تعبر الإطلاقات باتجاهنا 14 حالة أصابها عندنا وعندنا ذهبت ضحيتها الطالبة زينب أول بارحة الساعة السبعة ونصية تطلع بالسبعة تعين أبوها مصدر رزقهم جتها الإطلاقة بصفحته فالناشد رئيس الوزراء هل يصيح ميدان رمي للعمليات المشتركة يصير بنص العوائل كل يتنعرف ميدان رمي يروح بالسحراء ما يجب داخل المدينة إلى مجهول أحيلت قضية زينب لكن المجهول معلوم لدى والدها وجيران والأقارب معسكر داخل مطار بغداد مستمر بهذه الإطلاقات منذ 18 عام قرب المنازل وله 14 حادثة سابقة غير هذه هذه الطلقات بيوم الحادث سبق وانا أدنى طلقات وشوفناها القوات الأمنية اللي جتنا وقلنا لهم عمهي شوهي شحان واي احنا نعاني من 2004 لحد الآن احنا نعاني هاي المعانات احنا ناس أهل حلال وأهل قيعان وبنتنا تطلع برا شبيرنا يطلع برا كلها تمشي على باب الله بهالزرعات هذنين اللي عنده حلال واللي عنده حشيشات اتفاجئنا انه المحقق اللي يحقق ويايا يكتب انه الدعوة مجهولة برغم انه ضابط المركز كاتب ورجال مشكور وراوني الدعوة قال حتى تطمئن انه ضد مطار بغداد الدولي فاتفاجئنا انه المحقق اتوقع انه اتوقع اكو في الجهة ورا وانه قلت لي اتمشي الامر انه جهة مجهولة ازالة المعسكر من مكانه هو مطلب اهالي المنطقة فقبل ان يعرض الامر على الاعلام كانت هناك مخاطبات عديدة لم تجدي نفعا وظلت الصعوبة رافقهم اثناء رعاية المواشي او حراثة الارض فلرصاص مواقف مفاجئة عمار غسان قناة الرشيد